تتشكل منظومة القيم والسلوكيات لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تبدأ من سن ثانية إلى سابعة ففي هذه المرحلة يعمل أخصائي علم النفس على زرع القيم البسيطة في نفوس الأطفال ليتمكنوا من فهمها وإدراكها من خلال عوامل العقل والعاطفة والجسد لدى الأطفال الطفل يتكون من عقل بحاجة إلى إقناع يتكون من عاطفة بحاجة إلى إشباع ويتكون من جسد بحاجة إلى تدريب على السلوكيات معينة في البداية نختار قيمة بسيطة سهلة مثل التعاون المحبة الإخلاص نختار هذه القيمة بحيث تناسب مستوى تفكير الأطفال نقوم بإعداد مواقف لتدريب الأطفال عليها وإقناعهم بها فهي جانب يمس العاطفة أنني أتقبل هذه القيمة أقتنع بها ثم ننتقل إلى البعد الثالث وهو الجسد بأن الطفل يقوم بممارسة القيمة ممارسة عملية من خلال المواقف ويلقى تدعيم من خلال المعلمة أو مربية محفزة وبذلك تبدأ القيمة تصبح جزء من سلوك الطفل والسلوك بشكل عام يكون شخصية الطفل وطبعاً لازم تشكيل العجينة طبعاً يتم في هاي الطفول المبكرة فهي سن جداً جداً مهم وحرام أنه يضيعه الطفل مجرد يشاهد التلفاز يستقبل ولا يعطي ليس هناك مثلاً من يسأله ومن يستثير تفكيره فهون يبرز دور الحضانة بالنسبة لهذا العمر المبكر أنه نحن فعلاً الحضانات تساعد على أن الطفل يبتدي ينطلق ويرى العالم بشكل جديد حتى اجتماعياً مو بس من ناحية العقل ولكن حتى من الناحية الاجتماعية حتى من الناحية النفسية الطفل رح يكون منفتح على الآخرين رح يتعلم من تجارب غيره وسائل التكنولوجيا الحديثة قد تتسبب بالاكتئاب والعزلة لدى البعض من الأطفال فمن خلال هذه الوسائل قد يفقد الطفل أسلوب الحوار المجتمعي والانخراط بالمجتمع المحيط به ما نرى حالياً بأن الأم علشان تشعر بالراحة من صيحة أعيالها ممكن تخلي الطفل على الجهاز أو الألعاب الإلكترونية لمدة ثمان ساعات أو تسع ساعات يومياً طبعاً بعض الدراسات أكدت أن هذه الساعات يجلس عليها الطفل هذه الساعات الطويلة تؤثر على الطفل من ناحية صحية أول شيء العين العمود الفقري حتى الأصابع كجانب صحي بشكل عام تؤثر عليه تأثير سلبي الجانب الآخر قدرات الطفل العقلية والذهنية أصبح الطفل اللي يجلس سبع أو ثمان ساعات أمام هذه الأجهزة يصاب بحالة من الجمود الفكري وهو لا يفكر طبعاً حياتنا عملية استقبال وإرسال أمام الأجهزة الطفل فقط يستقبل ولا يرسل لبرنامج العالم هذا الصباح ناصر الهاجري تلفزيون دولة الكويت